احظى بدعم من الشباب السعودي وافراد العائلة المالكة هذا ما اكده ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان عن قبول مساعيه للتغيير في المملكة حديث الامير محمد كان ضمن لقاء في الرياض مع الكاتب في صحيفة واشنطن بوست ديفيد اغنيشيس تناول اللقاء حملة مكافحة الفساد الاخيرة وحولها اكد ولي العهد السعودي ادراك معظم المتورطين باخطاء ارتكبوها الموجة الجديدة من الاصلاحات في السعودية وصفها الامير محمد بن سلمان بانها جزء من العلاج بالصدمة الذي يعد ضروريا لتطوير الحياة الثقافية والسياسية في المملكة اضافة الى كبح التطرف الديني وقال ولي العهد ان الامراء الفاسدين قلة ولكن الجهات الفاعلة السيئة حضيت باهتمام اكبر وقد اضرت بقدرة العائلة المالكة وبشأن التغييرات التي اعلنها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قال ولي العهد انها لتوظيف الاشخاص اصحاب الطاقة العالية الذين يستطيعون تحقيق اهداف العصرنة وعن السياسة المحلية والاقليمية قال الامير محمد بن سلمان ان التغييرات تعد جوهرية لتمويل التنمية السعودية ومكافحة اعدائها مثل ايران وليس بعيدا عن مواجهة ايران تحدث ولي العهد السعودي عن وضع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري بعد العودة من الاستقالة اذ اشار الى ان وضعه افضل مقارنة بميليشيا حزب الله المدعومة من ايران محمد اليوسي العربية اشتركوا في القناة